السلام عليكم رح نبدأ معكم تدريب في الصيدلية هنبدأ جماعة نحكي لكم عن الانالجيسيك اللي هما المسكنات قبلها نحكي عن المسكنات رح نحكي لكم عن الفارماكولوجي رح نحكي لكم عن الباثوي لهاي المسكنات بدي منكم يا جماعة مقترحات ايش حبي نشرح لكم توبكس سواء بالفارما اي اشي مادة بالصيدلة اي اقتراح عنكم اكتبوا ليها في التعليقات وان شاء الله انا رح اقرأهم كلهم اول ايش خلين نبدأ جماعة بالفارماكولوجي اوجي جماعة نفهم شغلة لعننا بالسلم تبع خلايانا في عنا فوسفوليبيد فوسفوليبيد بتكسر عن طريق انزايم بسموه فوسفولايبيز اي تو تمام في عنا هنا اللي هو اي تو اختصار الى نحكي اللي هو فوسفولايبيز اي تو بتكسر عنا الفوسفوليبيد لمركب اسمو الاركدونيك اسيد الاركدونيك اسيد يا جماعة با ما زوجه بينبت incluيه تمام عن طريق انزايم عنا كوكس انزايم والى هو اللوكس تمام اللو هو سايكلو اكسجينيز واللايبو اكسجينيز تمام بتكون عنا التيحة فعننا يا جماعة طوي بالافوي لا الاركدونيك اسيد اول اللي هو الكوكس الكوكس يا جماعة اللي هو مسؤول انه يكون عنا البروستا جلاندين بروستا جلاندين هو المركب كثير مهم ليش انه هو المسؤول عن تكون الفيفر والبين والألم تمام فعنا اللي هو الباثوي كوكس بيكون عنا بروستا جلاندين وكمان يا جماعة بيكون عنا اللي هو بروستا سايكلين اللي عنا بروستا جلاندين وفي عنا كمان اشي اسمه بروستا سايكلين وفيه كمان يا جماعة اللي هو ثرومبوكسين A2 ايش ثرومبوكسين A2 شو بيعمل بيعمل هذا المركب انه بيعمل بليتليت اجريجيشن بيعمل بليتليت اجريجيشن وبيعمل وفاسي كونستريكشن لما يكون عنا جرح بجسمنا صار في عنا جرح تمام فاحنا ما بنا يكون عنا ما بنا يصين عنا نزيف فعنا الثرومبوكسين بيقوم بهاي الوظيفة عن طريقه بيعمل فاسي أجريجيشن وبيعمل بليتليت اجريجيشن عكسه مش هومه مش مكتوب هنا اللي هو بروستا سايكلين بروستا سايكلين وظيفته انه يعمل عكس اللي هوindung ويمنع بليتليت اللي هو أجريجيشن اما بروستا قلاندن يا جماعة بروستا قلاندن مسؤول عن اللي هو يكون عنا الفيفر والبين وكمان مسؤول انه موجود في عنا الوضيفة انه يحمي بطانة المعدة من الاسد القوي الهو اتش سي ال تمام ها هي وظيفة الكوكس الهي البروستا تج fod انه سي تخصي أجهلك انه بيكو تريينز لما تصبح لما ي시ره لنا العالي يفرزn لهم مسبوا أنه عند التهاب عند التهاب يتخvez السبو بك انها للكو تريينز كثير من أجهل يا جماعة. عنا بعائلة الكوكس تمام? فحنا كوكس وان كوكس تو. هما ينزم كوكس وان وعنا كوكس تو. عشان يكون عليكم موضوع سهل جدا. تمام? خلنا نعيده. حكينا الفسفوليبد عن طريق انزم اللي هو الاسفولايبيز اي تو بتكون عنا اللي هو اركو دونيك اسيد. بعدين الاسفن بروح توب الثوي عن طريق توينزم اللي هما كوكس وان كوكس تو والهو 5 ليباوكسوجينيز اللي هو بكون عنا أما الكوكس تمام بكونوا عنا هما ثرومبكسين A2 البروستا سايكلين وبروستا جلاندين وهدو هما مسؤولين عن البين والفيفر وهي المشاكل اللي بتصير عنا يا جماعة الكوكس 1 فرق من كوكس 1 كوكس 2 كوكس 1 كوكس 2 اتنين تمام بنفرزوا لما يكون عنا فيفر وبين وعنا التهاب تمام اتنين بنفرزوا كوكس 1 موجود يا جماعة هو أصلا يعني أكثر إشي ثرومبوكسين A2 هو اللي بيكون عننا يعني كوكس 2 ما بتكون عننا اللي هو هاي شايفين هنا بالرسمة كوكس 2 بس مسؤول عن بروستنجلاندن تمام يعني كوكس 2 هو مسؤول عن انفلميشن والبين والفيبر أما عملية حماية المعدة عملية اللي هي البليت الأجريجيشن هي كوكس 1 تمام فكوكس 1 مسؤول عن الجي آي والبليت ليت هاي الفرق بينهم تمام كوكس 2 كوكس 1 اتنين بروستنجلاندن فبالتالي هما مسؤولين عن انفلميشن والبين والفيبر أما المسؤول عن الجي آي ميكوزا بروتكشن اللي هو كوكس 1 فعننا جماعة 2 كدوغوريز من الأدوية خلص نحكي لكم شوية هيكا بشكل بسيط فعننا جماعة الستيرويد اللي هما الكورتزون بيجي بعمل هيبش اللي فسفولاي بيز A2 فبالتالي هو سترونج انتي انفلماتوري خلص احنا منعنا كل هاي البثوي انها تصير فبالتالي كثير قوي تمام هي اول مجموعة من أدوية تاني مجموعة يا جماعة اللي هما الانسيدز تمام الانسيد يا جماعة في عنا 2 كاتوغوري عنا اللي هما اللي هو سيلكتف كوكس 2 وفي عنا نانسيلكتف كوكس 1 وان كوكس 2 لانسيلكتف زي ايش زي الابي بروفن تمام زي الكيتو بروفن اما الكوكس 2 سيلكتف زي سيليو سيكسب وهاي المجموعة اللي مسؤولة عن اللي هي كوكس 2 انهيبيتر تمام فعنا يا جماعة السيلكتف كوكس 2 تمام ممنوع تستخدموها لهم مرضى اللي عندهم مشاكل في القلب او مشاكل في الكلوتينج هدول المرضى نازم نحاول نتجنب نعطيهم كوكس 2 تمام اما المرضى اللي عندهم مشاكل في النزيف او مشاكل زي بيبتك ألسر الافضل نعطيهم كوكس 2 ليش حكينا لان يا جماعة لانه حكينا الانسيلكتف كوكس 1 وكوكس 2 مسؤولة عن ايش كوكس 1 خاصة مسؤولة عن ايش بليتة الأجرغيشن وانا مانعمل إنهيبيشن لالكوكس 1 وبالتالي رح يصبح لدينا ايش بليدينج ريسك فاحنا ناس اللي عندهم بيبتك ألسر أو عندهم بليدينج ديس أوردر الافضل نعطيهم لهم كوكس 2 اللي هي لحالها تمام بس مشاكل كوكس 2 حكت لكم انو كوكس 2 انهيبيتر بزيد الرسك فاكتور بالتالي بزيد عننا الرسك للام آي بزيد عننا الرسك للهارت فيرلر وهي المشاكل. تمام? هاي اهم اشي يا جماعة ان تكونوا فاهمينه بهاي الباثوي. واخر معلومة لازم احكي لكم ايها كتير مهمة. انه يا جماعة لا يفضل انه اه نعطي المرضى اللي الربو نعطيهم اللي هما الانسيدز وهي الشغلات. ليش? لانه يا جماعة لما احنا نعمل لهاي الباثوي اللي هي كوكس باثوي الجسم تلقائيا رح يحكي ما في عندي كوكس معاته رح استخدم رح استغل اللي هو حتى اصنع اكثر. يا جماعة مرضى الربو ما بدنا احنا اصلا هو اصلا هو اصلا هو انفلماتري ديزيز. فاحنا لما نزيد عنا هاي الباثوي تمام? احنا هيك عم نزود الليوكو تراينز. الليوكو تراينز اذا زادت من مصيبة لانه حسيني عنا زيادة بهذا الاشي حسيني عنا فازو كونستريكشن لال ايروي. وبالتالي رح سيني عند المرض المريض يختنق. فاحنا بنجلب نعطيهم هاي المسكينات اللي هما الانسيدز. تمام? انه افضل انه ما نعطيهم واذا بنعطيهم نازم انه يروح لطبيب افضل ما احنا نوصف لهم هاي الادوية. اللي هما مرضى الازمة او مرضى الربو. ليش حكينا? لما احنا جسمنا نعمل نهيبشن للكوكس. جسمنا رح روحة طوالة رح روحة جهة اللي هي اللوكس. فبالتالي هزيد عنا وحسيني عنا فازو كونستريكشن وحسيني عنا تضيق بالايروي. هون في هون بس اعادة. نعيد شوي. بس لتركيز المعلومة. حكينا عنا اللي هو عن طريقة. تمام? بيكون لعنا أركودونيك اسد. هذا مركب بروحة توبة ثوي. عن طريقة كوكس وان انزايم كوكس تو. وعن طريقة اللي هو حكينا هون مش موجود وهو اللوكس. بعدين بيكون لعنا يا جماعة اللي حكينا الكوكس وان وكوكس تو. بيكون لعنا بروستانجلاندن. هاي بروستانجلاندن. تمام? طبعا بروستانجلاندن في عنده اكثر من من يعني في عنا اي تو فهي الشغلات ما مش كثير مهم تعرفوها. بس يا جماعة انه مهم اول اش للمعدة. مهم حتى بالكلة. ديش للكلة لانه احنا منحافظ على وظيفة الكلة بطريقة صحيحة بنفرز عنا. فجماعة المسكنات زي ما احنا نعمل اه لما نستخدمها فترة طويلة بسبب عنا كدني او بصابة عنا مشاكل بالكلة. ليش? انه احنا عم نعمل انهيبش عنا وهذا كثير مهم لانه الكلة تشتغل بطريقة صحيحة. تمام? وحكينا كمان احنا نعمل انهيبش عنا ثرومبكسين حكينا ثرومبكسين اصلا وظيفته ليعمل في احنا لما نعمل انهيبش عنا ثرومبكسين بالتالي بزود عنا الرزق للبديدين. والبروستا سايكلين كمان نعمل انهيبشن ايه لها فهذا اشي اه اللي هو مسؤول عن اللي هو العكس اللي بيعمل ما بيعمل بيعمل عنا هاي هون يا جماعة حكينا اللي انه هو الخطوة اللي هو كورتيكوستيرايد بعمل انهيبشين للفوسفلاي بيز اي تو. وعننا تمام? بشكل عام بتعمل انهيبشن لها الكوكس وان وكوكس تو. في عنا حكينا في عنا سليكتب نانسليكتبها رح نحكي عنها ان شاء الله بالتفاصيل كل اشي بهاي الامور. هون يا جماعة نفس الاشي. وبس هيك يا جماعة اهم اشي بس منكم تعرفوا انه شو كيف وانه هم اشي تعرفوا انه لما نعمل انهيبشن لهذا الاشي شو بيصير عن طريقة انتو فيلمتو الفارماكولوجي رح تفهموا كيف بيصير عنا سايد افكت تمام? خاص معاتو رح يصير عنا اه مشاكل بالمعدة رح يصير عنا نزيف رح يصير عنا اه رسك للبليدنج رح يصير عنا مشاكل بالكلة تمام? كوكس تو حكينا ايش كوكس تو اذا عملنا انهيبشن له. رح يزيد عنا رسك للثلوتينج فاكتور بالتالي رح يزود عنا الجلطات رح يزود عنا امراض القلب وبس هيك. بعدين ان شاء الله يا جماعة نحن نبدأ معكم باول اللي هو بارستامول. بارستامول له له ميكانيزم تانية. نحن نحكي عنها. وشكنا لكم ودعونا بالخير واي كومنتز اي تعليق اكتبونا اياه بالتعليقات. وبيدي مقترحات منكم شو بدكم احكي عن ادوية شو بدكم احكي عن اه اه توبكس معينة فارماكوليجي اه اه واي اشي يكتبو لي اياه وان شاء الله حقرأه وشكنا لكم اعطيكم العافية.